تبادل الخبرات والتجارب بين مراكز البحث في إسبانيا وموريتانيا موضوع نقاش شاركت فيه العديد من المراكز البحثية المهتمة بجوانب استراتيجية وتنموية في كل البلدين من أجل الاستفادة من التجارب وتوطيل أواصل اللقاء والتواصل خدمة لأهداف الطرفين النقاش تناول آليات البحث العلمي وسبول ترصيخها في الممارسة فضلا عن تحديد سلم اهتمامات مشترك يساعد الطرفين على ترصيخ الشراكة العلمية والفنية التي تتطلبها خبرات هذا المجال الحيوي لمختلف التحولات الاستراتيجية التي تعرفها المنطقة بشكل عام خصوصا في ظل تحديات استراتيجية تتعلق بالأمن الوطني والتنمية والاستقرار في الجنوب الذي بات استقراره وفاعلية مؤسساته همّا شماليا أوروبيا متزايدا الخبرة الاستراتيجية تضع في عمق اهتمامها خلال السنوات الأخيرة تنامي ظاهرة الجماعات المسلحة وتفاقم أشكال الإرهاب والاتجار غير المشروع وهي كلها محاور باتت تؤرق صانع القرار في الشمال والجنوب على حد سواء فالجنوب بات منتجا لهذه المشكلات بينما يظل الشمال الجهة المستقبلة والمستوردة لمنتج غير مرغوب فيه تجند الوسائل القومية والوطنية والإقليمية لدرء مخاطره وانعكاساته ويبقى هم التنمية وتحدياتها وانعكاساتها على الاستقرار خصوصية جنوبية نظرا لما يشكله هذا الجانب من أهمية تؤسس للنهضة والنجاح في النهوض بدور أكبر فاعلية في مجابهة التخلف والفقر والمرض الذي ينهش شعوب المنطقة ويدفع بأبنائها لليأس والقنوط فالانخراط في العنف والهجرة والجنوح للجريمة المنظمة